ضربة البداية النهاردة كانت ضربة البداية النهاردة ودي وحافظة السويس والاقبال اللي قدام حضراتكم زي بقول لكم اللي حصل النهاردة عايزة اقول لكم احنا عندنا استفتاءات حصلت من 2011 لحد دلوقتي تقريبا اربع مرات تقريبا لو انا فاكر 2000 في مارس 11 ثم دستور اللي اتعمل بتاع الاخوان 12 ثم بعد كده الدستور تعديلات دستور على تعديل دستور الاخوان في 14 ثم هذه التعدلات نعملها على تعديلات دستور الاخوان ايضا دستور اللي هو تم التعدلات عليه فاحنا اربع مرات استفتاءات ومصر طلع عمرها عشان تبقى حضراتكم عارفين انه الاستفتاءات من ايام الرئيس عبد الناصر من ايام الرئيس عبد الناصر حتى كان انتخاب الرئيس الجمهورية بالاستفتاء ما كانش في انتخابات كانت بالستفتاء ناس بتنزل زي كده تقول نعم وعادة للستفتاءات في مصر عادة يعني لما ترجع بالتاريخ كده ما فيش استفتاء لا يعني ما حصلتش أنا بتكلم تاريخيا اتعامل مرتين تلاتة تقريبا في عهد الرئيس عبد الناصر للستفتاءات عهد الرئيس سادات ربما اربعة تلاتة او اربعة الرئيس مبارك ربما خمسة او ستة استفتاءات فكل هذي وثم بعد ذلك 2011 لحد النهاردة بنتكلم على تلاتة وده الرابع مش عارفين نتيجته لسه محدش عارف ولكن بقول لكم لقبل كده كل اللي فات لحد 2014 كلها نتيجة للإفتاءات بتقول نعم انا بتكلم على التاريخ مش بتكلم على الحقيقة على الارض التاريخ قالينا كده وكنا بننزل ما كنا بننزل عشان استفتاء للرئيس الجمهورية يتولى ولاية واثنين وثلاثة ومدة ومدتين كان كده كان يبقى استفتاء ما فيش انتخابات عرفتنا الانتخابات في 2005 اول مرة عندنا انتخابات ما بين اكثر من مرشح كانت هي المرة اول مرة 2005 قبل كده كان كل بالاستفتاء ناس بتنزل بتستفتي نعم ولا لا طيب فهذا هو عهدنا على السفتاءات فاتخلوا بالحضراتكم دايما لاتسفتاءات دايما نتيجتها بتقول نعم انا بتكلم على التاريخ مش بتكلم على النهاردة النهاردة ما عرفش النتيجة ايه اعرف انه المصرين نزلوا ولسه المصرين بينزلوا بكرة ولسه المصرين هينزلوا يوم الاثنين والخارج هينزلوا بكرة اخر يوم يوم بكرة النهاردة مستمرين يوم التالث المصرين في الخارج ولكن احنا في الداخل معانا لحد يوم لاتنين النتيجة لما تطلع نعرف بقى هل السفتاء الحالي هو زي باقل السفتاءات ولا لا النتيجة قدام حضراتك وهي في الشارع هو النتيجة في حدايا الأوبة نتيجة حدايا الأوبة وهي حدايا الأوبة اللي هم عملوا النهاردة يعني اكبر حجد ولكن تقريبا غزل المحلة كانوا الاكتر يعني غزل المحلة لما انا اشوف لان انا اقعدت بقول لكم لازم اقعد اتفرج بقى انا على الهوى الصبح طبعا من الساعة 8 لحد 12 وبنعرض المشاهد اللي قدام حضراتكم وكنا من بدري احنا بنعرض الكلام ده من بدري بعد كده لقيت كتير بدأت ناس الشغل عليه ولكن زي ان بقول لكم غزل المحلة غزل المحلة ألاف ألاف حاجة بسم الله ما شاء الله يوسف لو جاهز غزل المحلة عايزة شوفه لو سمحت لانه غزل المحلة يدرس اللي عملوا النهاردة يا السلام يا السلام على غزل المحلة وعمال المحلة ورجالة المحلة يا السلام على رجال وعظماء المحلة ايه العظمة دي افتح بقى الكدر افتح ايوة افتح خليك كده سيبك من خليك في ده ماشاء الله يعني توقف كده وتقول الله اكبر وماشاء الله ولله الحمل عايزين بكرة قد دول مرتين ثلاثة وبعد بكرة قد دول مرتين ثلاثة نحن بنتكلم في المحلة بس بنتكلم في قطاع الغزل والنسيج خمسة واربعين الف في هذا القطاع خمس الغزل بس غزل والنسيج فقط خمسة واربعين الف فعايزين بكرة وبعده الاعداد دي مضاعفة وكل الرقم في كل لجنة الاعداد تكون مضاعفة مرتين وتلاثة واربعة بكرة وبعده تاني بكرة وبعده اللي حصل النهاردة عظيم جدا جدا ولكن كمان ليه احنا دايما بنقول كده دايما يبقى عندنا ثقف شعبنا وثقف في اهلنا فلما بنقول نبقى لما انا اقول عندي الطمع ده الطمع اللي انا اقوله الاعداد اللي نزلت النهاردة عظيمة جدا جدا كمان جدا وفخور بيها جدا عايز بكرة وبعده كمان قد لنزل النهاردة